قام مجلس المنافسة بتشخيص جليل لقطاع الدواء في المغرب خلص فيه إلى وجود اختلالات ووضح المجلس في بيان أنه تدارس وصادق بالإجماع على مشروع الرأي المتعلق بوضعية سوق الدواء في المغرب المزيد حول هذا الموضوع مع مريم بسوري التي تنضم لنا لتومس الخير مريم مساء الخير عبدالله مشاهدين أهلا بكم التشخيص الذي قام به مجلس المنافسة لقطاع الدواء في المغرب كشف عن موجود العديد من الاختلالات المتعلقة بكافة أبعاد السوق الوطنية للدواء المجلس أوضح أن هذه السوق تسودها حكامة إدارية بالغة التقنين تتطور داخل إطار قانوني غير ملائم وصفه بالمتجاوز هذه السوق حسب بلاغ المجلس تتميز بمنافسة مطبوعة بسياسة دوائية وطنية مجزأة وغير منساجمة وبتدبير تهيمن عليه الوصاية الإدارية والتنظيمية والتقنية والطبية التي يعتبرها أنها لا تترك سوى مجالا ضيقا لتطوير آليات السوق والمنافسة النزيهة والمشروع السوق الوطنية للدواء تتشكل في غالبيتها من الأدوية الأصلية مع معدل ضئير جدا لمكانة الأدوية الجنيسة التي لا تتجاوز نسبتها 40% في حين أن المتوسط العالمي يناهز حوالي 60% ما يجعل هذه السوق ضيقة بمعدل استهلاك ضعيف للأدوية لا يتجاوز في المتوسط 450 درهم لكل شخص سنويا في حين أن هذا المعدل يبلغ 3000 درهم في أوروبا هذه الوضعية كما يقول مجلس المنافسة تترجم العجز الكبير لولوج المغاربة للدواء وهو عجز يتفاقم مع المستوى المرتفع لمساهمة الأسر في نفقات الصحة والتي تناهز حوالي 48% في الوقت الذي يبلغ فيه المتوسط العالمي 25% وأبرز المجلس أن ضيق السوق الداخلية للأدوية يتيزايد تفاقما بفعل نظام للطلبيات العمومية بدون أهداف محددة تطرح العديد من التساؤلات المرتبطة باحترام قواعد المنافسة من جهة أخرى كشف المجلس أن السوق يتحكم فيها 15 مختبرا ما يعادل نسبة 70% من حصص السوق أما بالنسبة للوعد الفئات الدوائية فهي جد ممركزة مع وجود احتكارات ثنائية أو احتكارات قلة تحتل وضعية شبه هيمنة وبخصوص الرؤية الاستراتيجية المستقبلية أوصى مجلس المنافسة بوضع سياسة وطنية تكون كفيلة للاستجابة بمتطلبات تأمين تزويد البلاد بالأدوية والمستلزمات الطبية في انسجام مع الأولوية الوبائية الجديدة والقدرة الشرائية للمواطنين ومتطلبات احترام مستلزمات القواعد الضامنة لجودة الدواء كما أوصى بإجراء إصلاحات بنيوية لإعادة تحديد طرق تنظيم السوق وإعادة النظر في الإطار القانوني المنظم لها وتطوير رافعات جديدة لتحسين وضعية المنافسة من خلال دعم شفافية نظام تدبيري وتقنين القطع ترجمة نانسي قنقر